موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هزت الله وقاتكم بكل خير ومرحبا بكم جميعا أصدقائي الكرام أينما كنتم مع هذا الموعد التقنية الجديد واليوم سوف أقدم لكم مراجعة تقنية لهاتف انفينيك سمارت ثلاثة بلوس هذا الهاتف أصدقائي الكرام تم إصداره بتاريخ أبريل 2019 يعني تاريخ حديث العهد وأنا أعتبره أصدقائي الكرام من الفئة الاقتصادية المتواضعة هذا الهاتف أصدقائي الكرام لكي نشرح لكم الموضوع بضقة أقول فئة اقتصادية متواضعة فئة اقتصادية متوسطة فئة اقتصادية عالية الفئة الاقتصادية هي التي يكون تمنها يعني اقتصادي يعني تشتريه بتمن مناسب يعني بصراحة فهذه الهاتف الاقتصادية يعني اللي كتصدر للسوق فهي كتجي على أساس أنها تعطيه كيفما تنقوله واحد الأداء اللي هو متوسط أو متواضع بواحد التامة اللي هو مزيان وفي نفس الوقت يعني كتحبب الشخص اللي ممكن أنه يستخدم هاتف ذاكي يعني باش أنه يستفد من خصائص اللي هي متطورة لأن هاتف طبيعة الحال مثل هذا النوع فهنه طبيعة الحال يعطينا جودة ممتازة شكلاً ومضموناً يعني فمثلاً أقول أن شكله يعني آنيق جداً يعني من الخلف يعني يتوفر على غلاف أو غطاء بلاستيكي يعني بشكل آنيق بثلاث كاميرات بمدخل جاك وكذلك مدخل خاص بالميكرو يو اس بي وكذلك مخارج خاصة بالليباف أو الصوت الهاتف كي توفر على بروسيسور هيلو اتنين وعشرين ببنية معمارية يعني كورت ايكس اتلات وخمسين قوة المعالجة هي روباعية نوات يعني اثنين جيجا هيرز يعني في كل نوات مع رام اثنين جيجا بيت وروم اثنين وتلاتين جيجا بيت يعني هذا شيء ممتاز يعني يعطينا اداء ممتاز يعني في تشغيل الجهاز بالنسبة للبطارية يعني ما يميز بطارية هواتف الانفينيكس وهي انها تدوم لمدة اطول وهذا طبعاً لحال ما احببته في جهاز انفينيكس نوت 3 برو أو نوت 3 برو الذي سبق وانقمنا بعمل له مراجعة تقنية في القناة يعني البطارية تدوم حوالي عشرين ساعة تقريباً من التشغيل وايضاً الجهاز يعني يتوفر على ثلاث كاميرات الاولى 16 ميجا بيكسل الثانية 2 ميجا بيكسل والثالثة فيجيا اما بالنسبة لكاميرا سيلفي كما سبق وقلت وهي 8 ميجا بيكسل ما هي وظيفة ثلاثة كاميرات في هذا الهاتف وهل حقيقة ان الوظيفة هي تشمل ثلاثة كاميرات فالجواب هو نعم الكاميرا الاولى 16 ميجا بيكسل هي دقة التصوير بالنسبة للاثنين ميجا بيكسل هي خاصة في الصنصور الثالثة خاصة بالتصوير الليلي يعني طبيعة الحال هي التي تقوم بتحليل الصورة بشكل دقيق يعني في الليل وبالتالي فانها تعطينا كفاءة يعني ممتازة بالنسبة لوسائل الحماية فالهاتف يتوفر على بصمة أو فينجر برينت كذلك يتوفر على الفيس ايدي يعني كتشوفه كيتحل كذلك كيتوفر على النقش يعني تستطيع طبيعة الحال فكوهو بواسطة النقش اليدوي أو بالأسبوع يعني بالنسبة للفيس ايدي أصدقائي الكرام يعني دول الحاجة للضغط على أزرار المتواجدة في الجانب يعني يكفيك فقط أخي الكريم النظر إلى الهاتف والضغط ضغطتين يعني وسط الشاشة يعني ستضغط ضغطتين وسط الشاشة ثم سوف يفتح معنا الهاتف يعني دول الحاجة للضغط على الأزرار ولي طبيعة الحال من بين الأمور التي يعني تتوفر أو توفرها كذلك انفينيكس بالنسبة للبصمة هي ليست سريعة للغاية ولكنها بالنسبة لهذه النوعية من الهاتف فهي يتفي بالغرض أيها الكرام من بين وسائل الاتصال كيتوفر على طرواز جي كذلك كات جي وأيضا ويفي وبلوتوت اصدار خمسة الهاتف كذلك يجي بوصلة أو بوصلة كذلك جي بي اس وأيضا يعني كيجي بنظام أندرويد نسخة 9 من إكس أو اس يعني هذا النظام هو مخصص لهواتف الإنفينيكس كذلك أصدقاء الكرام يعني بالنسبة للتصوير يعني بالفيديو فضيقة التصوير هي فول اش دي يعني 30 فرام بر سيقوند كذلك من خلال الصور يوفر لك يعني تصوير بتقنية البورتري وهي تقنية طبيعة الحال تعطيك خلفية يعني ضبابية أو خلفية يعني غير مكشوفة بشكل رائع فبالنسبة للملمس فلدينا ملمس خشن يعني في زر البور يعني تشغيل وإطفاء الجهاز يعني هنا طبيعة الحال كما تشاهدون هناك لون بنفسجي في الخلف وهناك لون ذهبي ومجموعة من الألوان الأخرى يعني من خلال نفس هذا الهاتف بالنسبة لكارتونات الجهاز يعني تتوفر على مجموعة من الأدوات الأخرى من بينها شاحن يعني شاحن أصلي خاص بالجهاز كذلك يتوفر على السماعات وأيضا يتوفر على يعني غلاف وهو غلاف طبيعة الحال آنيق جدا وهو يعطيك مجموعة من الرموز مجموعة من الرسومات يعني بتركيبه مع الهاتف يعني كما تشاهدون فإنه يعطي يعني شكل جداب وكذلك شكل آنيق جدا يعني رغم أنه يعني لا يعطي حماية كبيرة للهاتف ولكن يعطيه رونق وشكل رائع كذلك يأتي بواحد لانكاس سابل يعني انكاس سابل بلاستيكية ليست زجاجية ولا ينصح طبيعة حال باستخدامها كذلك الجهاز يأتي بطاقة ضمان أو لا قارونتي كذلك يتوفر على دليل الاستخدام للاتصال بالجهة التي تدعم هذا الجهاز إذن الآن سوف أعود معكم مباشرة لنقطة الأذاء يعني أعرف وأعلم أنه سوف يأتي مجموعة من الأشخاص وسوف يعلقون بل سوف يصيبون الأشخاص الذين يريدون شراء هواتف ذكية يعني بالإحباط التام لماذا؟ لأنه بصراحة يجب أن نفهم يعني في مجال التقنية يجب أن نحلل منطلق الموضوع كما جاء لأنه فمجال هواتف الذكية مثله مثل أي مجال آخر فعندما نقول مثلا هذا الهاتف فهذا الهاتف يصنف من الفئة الاقتصادية المتواضعة هناك هواتف أخرى من الفئة الاقتصادية المتوسطة هناك هواتف أخرى من الفئة الاقتصادية العالية يعني بالنسبة للفئة الاقتصادية المتواضعة تمنوا يكون رخيص جدا يعني يكون مثلا 800 درهم مغربي 900 درهم 1100 و 1250 و 1300 درهم فهذا الجهاز يعني هو من الفئة الاقتصادية المتواضعة بأداء متواضع ولكن يوفر لنا خصائص متطورة تواكب تكنولوجيات الحادثة التي تأتي من خلال الهواتف الذكية فمثلا أنا أحلم بتقنيات عالية جدا يعني تقنيات مرتفعة وأنا أتوفر مثلا على هاتف نوكيا إكسبريس ميوزيك يعني هاتف بالأزرار وأريد كذلك أن أواكب العصر وأواكب التكنولوجيات فعندما سوف تأتيني بهاتف وتقوم بكتابة لي في التعاليق هاتف لا يصلح للشراء ولا أنصح بشرائه فأنت تتكلم لي على هاتف يا أخي الكريم متواضع الخصائص وأنت تتكلم لي على هاتف مثلا عندما تعطيني علامة جارية أخرى يعني كمثلا شيومي أو مثلا الهواوي ومجموعة من الهواتف كسامسونج أو آيفون يعني تلك الهواتف يعني تعتبر من الفئة العالية منها ما هي اقتصادية من الفئة العالية ومنها ما هي من الفئة العالية يعني ليست اقتصادية وبالتالي فأنا كشخص يعني مستهلك عندما سأقول لي اشتري هاتف بربعة لف خمسة لف درام سأقول لك يا أخي الكريم مرة ليست لإمكانية وإذا اشتريت هذا الهاتف يعني بصراحة يعني لن أستفيد شيء وبالتالي سوف أشتري يعني الشيء الذي أنا أمتلك بتامن اقتصادي ويوفر لي خصائص متطورة لكي واكب تقنيات العصر وما تحتويه من خصائص ومن مميزات لذلك يجب أن نفهم هذه النقطة ويجب أن نحلل بشكل منطقي لكي لا نقع في هذا المشكل لأنه عندما نعمل مقارنة بين فئة اقتصادية وفئة عالية فهنا أصدقاء الكرام نقارن بين ألف درام وخمسة ألف درام وفي هذه الحالة هنا لا تجلز المقارنة وبالتالي لا يجب علينا أن نصيب الناس بالإحباط ونتركهم تائهين يعني ويغير فكرة اقتناء هاتف ذكي لكي يستفيدوا من الخصائص لذلك فهذا الهاتف المتواضع فهو ممتاز يعني عند تجربة له ففعلا هو جهاز رائع جدا خصائصه مميزة تستطيع كذلك لعب عليه الألعاب كالبابجي موبيل ولكن الكفاءة كما قلت لكم هي كفاءة متواضعة من الفئة الاقتصادية تمنه تقريبا دل ألف ومائتين درام ومتواجد في الأسواق تجارية بألوان يعني مختلفة والضمان طبعا الحلقة يوصل حتى السنة على مكان در إذن أرجو من الله صديقاء الكرام أنني كنت وفقت في هذه الحلقة وهذا الفيديو وكنتمنى أنه يكون نفذة مميزة على هذا الهاتف نتسنى إن شاء الله موعد مقبلة لنفس القناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر